لكن طبعاً اذهبوا إلى الشراعات إلى إبن رجب وفتح البارد وسوف ترون التكلفات الباردة التي لا معنى لها الناس هؤلاء الذين يقولون علماء فوقها علماء فوقها لم ينفعوا الناس إلى حد الآن لم ينفعوا الناس بشيء فيأتي عين ابن مارح والجماعة المتربين في أحضان الإنجليز الألباني والبطخاني الألباني والبطخاني 90% يخفون رجال الدين من المعلومات 90% ولا يريدون الناس أن تعلم خدت بالك يا أخي من الكلام اللي بيحصل حولك ده مش عشوائي دي خطة أمريكية لضرب الإسلام عن طريق إسقاط علماء الإسلام من نظر المسلمين والذين يقومون بتنفيذ هذا المخطط في بلاد المسلمين قوم لا خلاق لهم طيب مين بقى النموذج أو الإسم اللي ذكرته شيريل بينارد كمثال على العلمانيين والحداثيين إلا أفكارهم متوافقة مع الفكر الأمريكي شحرور إزاي بس بعمر؟ في نفس الكتاب شيريل بينارد بتتكلم عن الحداثيين فبتقول أن الرؤية الحداثية متوافقة مع رؤيتنا مع رؤية الأمريكان وتقول أن هذه النزعة الحداثية للتقليدية هي التي تتسق مع الغرب وهذا يشمل بالضرورة تجاوز الاعتقاد الدين الأصلي أو تعديله أو تجاهل بعض عناصره على نحو انتقائه خلي بالك يا أخي وركز في كلام ده كويس الفكر الحداثي العلماني فكر متوافق مع الفكر الغربي في إعادة بناء الدين الإسلامي والفكر الحداثي أو العلماني ده يتجاوز الاعتقاد الدين الأصلي يعني الكائن الحداثي أو العلماني هو شخص لا يريد الدين كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الرسول ده يا جماعة هو صاحب الاعتقاد الأصلي الموحى به من الله ما هو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي نزل عليه الإسلام الكائن الحداثي أو العلماني ده شخص بقى بيتجاوز الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام تنتخيل بقى التقرير ده ذكر لنا مين كمثال على الفكر الحداثي العلماني شحرور زي ما قلت لكم بصوا بقى في صفحة 76 من هذا الكتاب شيرل بينارد بتقول لدينا أيضا محمد شحرور عرفت أخي الدنيا مشي أزاي ورحفين شحرور الخبيث يريد تغيير الدين وإعادة بنائه وفق الفكر الغربي لدينا أيضا محمد شحرور مؤلف كتاب مشروع متاق العمل الإسلامي والذي يؤكد على حاجة العرب إلى خطة لتعامل مع القرن الحادي والعشرين تشتمل على الحرية السياسية والتعددية والديمقراطية والمساواة لبغي يسمع المزيد عن موضوع هذا المخطط يدخل إلى القناة مباشرة إلى فقرة البودكاست مع الأخ أنس بينو ليعمل حلقات مخصصة عن هذا الكتاب وهو يوضح هذا المخطط في أرض الواقع في الفترة التي نعيشها ترجمة نانسي قنقر